أهلا بكم، إذن أمينغويري يطرق أبواب المنتخب الجزائري كشفت تقارير الصحفية الفرنسية عن رغبة بعض لاعيبي منتخب فرنسا للشباب بتغيير جنسيتها الرياضية وتمثيل منتخباتها الأم خلال فترة توقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل وحسب صحيفة ليكيب الفرنسية فإن أبرز اللاعبين الذين سيتركون المنتخب الفرنسي وهم كل من أمينغويري وياسر العروسي وذلك للالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري في شعر سبتمبر القادم كما سيكون غويري أحد أفضل الخيارات للنخب الوطني جامل بن ماضي ديت عزيز خط هجوم الخضر في حال ما اختار اللاعب مع المنتخب الوطني الجزائري وقدم الجزائري أمينغويري مستويات رائعة هذا الموسم حيث شارك في خمس ثلاث مباراة سجل فيها 16 هدف ومنح 6 تمريرات حاسمة رفقة فريق هيران الفرنسي في كل المصابقات في خبر ثاني عملاق الكاتشو يطلب خدمات رياض محرس حيث كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن رغبة نادي أيسي ميران في التعاقد مع اللاعب دولي جزائري رياض محرس خلال الاستقدامات الصيفية الحالية وأكد ذات التقارير بأن إدارة رسولوني عادت لخيار التعاقد مع محرس بعد رحيل إبراهيم دياس ونهاية تعارته مع نادي الريال مدريد وتسعى إدارة الفريق الإيطالي لضم مهاجم بوروسيا من شنغرات باخ ماركس تورام رفقة نجم الخضر رياض محرس لتعزيز هجوم الفريق الموسم المقبل جدير بذكر أن محرس جددت عقده مع ماشاستر سيتي العام الماضي إلى غاية 2025 اللعب قريب من مغادرة سامب دوريا مهدي ليريس يتلقى عرضا مهما في الكاتشيو كشفت تقارير إعلامية أن الدولي جزائري مهدي ليريس مطلوب بقوة في نادي أودينيزي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد ترسيم سقوط فريقه سامب دوريا إلى الدرجة الثانية وحسب الصحف الإيطالي ديمارزيو فإن نادي أودينيزي مهتم كثيرا بالتعاقد مع الجزائري مهدي ليريس من أجل استفادة من خدماته الموسم المقبل وشارك لعب الخضر مهدي ليريس مع فريق سامب دوريا الإيطالي هذا الموسم بغمس ثلاثي المباراة بمختلف المسابقات حيث سجل خلالها هدف وحيد ومنح تمرير حاسمة واحدة فقط جاجر بذكر أن مدافع الخضر ليريس ينتهي عقده مع نادي سامب دوريا إلى غاية 2024 وفي الأخير كان هذا كل شيء نلتقي في فيديوهات أخرى والسلام عليكم